موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اليوم مع الجيد في الرياضية المستوى السادي الصفحة مئة لعدد ستين ياء الجمع والطرح قبل أن نضع في تسع تمارين لا بد من معرفة بعض القواعد لمعرفة ساعة الانطلاق ساعة الوصول نطرح منها المدة نريد مع كم انطلق الصباق نأخذ ساعة الوصول اوصل مع الثانية حاشر نطرحflan لديهم المدة ساعتين نطرحatable تتسعيل ساعتين فننصلع لديهم العاشر يعني انطلقوا مع العشرة إذا أردنا ساعة الوصول يعني مع كم وصلنا نأخذ ساعة الانطلاق خرجنا من المنزل مثلا مع الثامنة نضيف إليها المدة المستغرقة نضيف إليها مثلا ساعة في الطريق إذن الثامنة زائد ساعة تعطينا التاسعة إذن ساعة الوصول هي التاسعة إذا أردنا المدة المستغرقة نأخذ ساعة الوصول مثلا وصلنا إلى المدرسة مع الثامنة نطرح منها الانطلاق ساعة الانطلاق انطلقنا مع السابعة ونص إذن الثامنة ناقص السابعة ونصف تعطينا نصف ساعة يعني المدة المستغرقة في الطريق هي نصف ساعة ثم القاعدة الموالية إذن لا بد من معرفة أن الساعة واحد ساعة رهو ستون دقيقة وستون وواحد دقيقة رهو ستون تانية جيد إذن نبدأ مع الوضعية رقم واحد انطلق سباق للعدو الريفي المدرسي من طبيعة الحال هنا يعني هذا غير تذكير فقط نعلم أن مثلا واحد جور واحد يوم رهو 24 ساعة ثم مثلا واحد ساعة رهي 3600 ثانية يعني ساعة نضرب في ستون ونضرب في ستون فنصل على 3600 ثانية إذن انطلق سباق للعدو الريفي المدرسي للفتيات وصلت على الساعة العاشرة وخمسة وخمسون دقيقة وثلاثون ثانية إذن هذه ساعة الانطلاق انطلق وصلت المتسابقة الأولى إلى نقطة الوصول بعد مرور مدة زمنية قدرها إذن هذه مدة قدرتها في الطريق أربع ساعات وتسع دقائق وأربعون ثانية بينما وصلت آخر متسابقة إلى نقطة الوصول على الساعة هذه ساعة الوصول وصلت آخر متسابقة على الساعة الثالثة بعد الزوال وسبعة وثلاثون دقيقة وخمسة وعشرون ثانية ألف أحسب الساعة الوصول المتسابقة الأولى إذن أحسب ماذا؟ ساعة وصول قلنا سابقا أن ساعة الوصول هي ساعة الانطلاق زائد المدة إذن انطلق ساعة الانطلاق هي عشرة عشرة وخمسة وخمسون دقيقة وثلاثون ثانية والمدة المستغرقة هي أربع ساعات وتسع دقائق وأربعون ثانية إذن نقوم بعملية الجمع لمعرفة ساعة الوصول نقوم بعملية الجمع إذن ساعة الانطلاق زائد ساعة زائد المدة المستغرقة إذن لإجراء هذا النوع من العمليات نضع الساعات دقائق ثم التواني الساعات تحت الساعات دقائق تحت الدقائق لاخذ الوحدات تحت الوحدات إذن هنا العشرات غير موجود ثم أربعونة ثانية ثم نقوم بعمليات الجمع إذن هنا لاحظوا أن كل عملية يعني لوحدها إذن التواني لوحدهم دقائق لوحدهم والساعات لوحدهم لا يمكن أن نأخذ الاستلاف مثلا هنا ونضعه هنا لا يمكن إذن صفر ثلاثة طبيعا هذا الجمع ثلاثة زائد أربعة سبعة إذن انتهينا من التواني خمسة زائد تسعة أربعة عشر خمسة زائد واحد ستة انتهينا من الدقائق سفر زائد أربعة أربعة واحد زائد لا شيء واحد إذن ساعة الوصول ساعة وصول المتسابقة الأولى إذن لاحظوا هنا أربعة عشر يعني التانية بعد الزوال وأربعة وستون دقيقة إذن لا يمكن أن نجد ساعة فيها أكثر من ستون دقيقة ولا يمكن أن نجد ساعة فيها أكثر من ستون تانية إذن لا بد من التحويل طريقة التحويل سهلة جدا إذن نطرح ستون تانية لماذا؟ لأن ستون تانية هي دقيقة إذن لا طرحنا ستون من سبعون ستبقى فقط عشر ثواني ستون تانية ره هي دقيقة تصبح خمسة وستون خمسة وستون دقيقة نفس الشيء إذا تجاوزت ستون كل من تجاوزت ستون نطرح منه ستون هذه القاعدة إذن هنا خمسة وستون نطرح منها ستون ستبقى خمس دقائق فقط يعني خمس دقائق فقط ولكن ستون دقيقة التي طرحناها هي ساعة ستون دقيقة هي ساعة نضيفها إلى أربعة عشر فتصبح خمسة عشر إذن ساعة الوصول هي الثالثة بعد الزوال وخمس دقائق وعشر ثواني إذن لا بد من عملية التحويل لا نترك أي مدة تتجاوز ستون إذن ثواني لا تتجاوز ستون دقائق نفس الشيء ساعات لا تتجاوز أربعة وعشرون ساعة إذا وصلت أربعة وعشرون ساعة نحولها إلى يوم الآن باء أحسب المدة الزمنية التي استغرقتها المتسابقة الأخيرة في الصباح إذن أحسب ماذا أحسب المدة الزمنية المدة الزمنية هي ساعة الوصول ناقص الانطلاق إذن ساعة الوصول لدينا هي هذه وصلت مع الثالثة بعد الزوال وسبعة وثلاثون دقيقة وخمسة وعشرون ثانية ثم الانطلاق كان على الساعة العاشرة وخمسة وخمسون دقيقة وثلاثون ثانية إذن نقوم بعملية الطرح خمسة وعشرون ثانية نطرح منها عشر ساعات وخمسة وخمسون دقيقة وثلاثون ثانية إذن كما تلاحظون خمسة وعشرون ثانية أصغر من ثلاثون لا يمكن الطرح إذن هنا لا يمكن أن نستلف يعني مثل التقنية الاعتيادية للطرح إذن هنا طريقة خاصة بهذا النوع من العمليات للأعداد ستينية لماذا تسمى الأعداد ستينية؟ لأننا نستعمل العدد ستون لذلك تسمى الأعداد ستينية إذن هنا نستلف نحضر طريقة العمل إذن دائما نستلف دقيقة من هنا نستلف دقيقة إذن دقيقة نحولها لتواني دقيقة هي ستونة ثانية إذن ستون زائد خمسة وعشرون التي كانت أصلا هي خمسة وثمانون مفهوم؟ إذن استلفنا دقيقة وحولناها إلى تواني أصبحت ستون زائد خمسة وعشرون إذن أصبحت لدينا خمسة وثمانون هنا بقيت ستة وثلاثون دقيقة فقط ستة وثلاثون دقيقة فقط ستة وثلاثون لا يمكن أن أطرح منها خمسة وخمسون لأنها أكبر منها نفس الشيء أستلف هنا ساعة إذن ساعة هي ستون دقيقة ستون زائد ستة وثلاثون هي ستة وثلاثون إذن أصبحت لدي ستة وتسعون دقيقة وهنا استلفت ساعة لن تبقى خمسة عشر بل تبقى أربعة عشر فقط إذن طريقة سهلة جدا ناقص واحد زائد ستون ناقص واحد زائد ستون وهكذا الآن أصبح لدي ساعة أخرى إذن خمسة ناقص سفر خمسة تماني ناقص ثلاثة خمسة ستة ناقص خمسة واحد تسعة ناقص خمسة أربعة أربعة ناقص سفر أربعة واحد ناقص واحد سفر إذن الجواب هو أربعة ساعات وواحد وأربعون دقيقة وخمسة وخمسون تانية إذن سنقرر هذه العملية لعدة مرات في هذا الفيديو حتى نفهم أكثر إذن نمر إلى التمرير رقم اثنان أكمل إنجاز ما يلي إذن نبدأ من هذه العملية أو من هذه العملية يعني نبدأ مثلا من هذه إذن هذه العمليات الأربعة إذن قمت بنقلها في هذه الورقة على الورقة إذن هنا لدينا عملية الجمع إذن نجمع بشكل عادي سبعة زائد سبعة أربعة عشر واحد أربعة خمسة ستة ثم ثلاثة زائد تمانية أحد عشر خمسة سبعة تمانية ثم خمسة ثم سبعة إذن سبعة أيام لا مشكلة خمسة ساعات أو خمس ساعات لا مشكلة واحد وتمانون دقيقة مشكلة أنا قلت لا يمكن أن نتجاوز الستون إذن لن نجد أي ساعة فيها أكثر من ستون يعني الساعة تصل إلى تسعة وخمسون ستون ثم تعود إلى السفر إذن هنا ماذا أفعل؟ أطرح ستون هنا أيضا نفس المشكل أطرح ستون إذن هنا أطرح ستون تبقى أربعة فقط هذه الستون هي دقيقة يعني تصبح هنا اثنان وتمانون اثنان وتمانون أطرح أيضا ستون إذن اثنان وتمانون طرح ستون اثنان وعشرون وهذه الستون دقيقة هي ساعة تصبح ستة ثم سبعة أيام ثم العملية الموالية بنص طريقة إذن سفر زائد خمسة 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 زائد واحد ستة ثلاثة زائد خمسة تمانية أربعة زائد اثنان ستة اثنان زائد واحد ثلاثة أين المشكل هنا؟ كما تلاحظون إذن ستكون لديكم نفس الإجابة خمسة وستون تانية لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة ستون إذن أطرح ماذا؟ بنفس طريقة دائما أطرح ستون تبقى خمسة هذه ستون تانية هي دقيقة دقيقة على دفتال ثمانية وستون هي تسعة وستون نفسي تسعة وستون أطرح ستون تبقى تسعة فقط وستون دقيقة هي ساعة نوضيف تصبح أربعة إذن طريقة سهلة جدا أطرح ستون أضيف واحد أطرح ستون أضيف واحد لأن دائما إذا طرحت ستون دقيقة ره هي ساعة ستون دقيقة هي ساعة إذن هنا لدي عملية الطرح إذن لاحظوا هنا في الطرح يعني عكس الجمع الجمع أحول بعد أن أجمع أما في الطرح فأحول قبل أن أطرح إذن لاحظوا واحد وأربعون لا يمكن أن أطرح منها ثلاثة وخمسون إذن أستلف من أي؟ من هنا أن طبيع الحال إذن أطرح واحد يعني أستلف دقيقة دقيقة هي ستون تانية إذن ستون تانية ستون زائد الواحد وأربعون ستون زائد واحد وأربعون إذن تعطيني واحد عشرة يعني مئة وواحد إذن هنا تصبح لدي مئة وواحد هنا بقيت ستة وعشرون فقط لنا دقيقة استلفتها إلى هنا ستة وعشرون أصغر من اتنين وأربعون أستلف أيضا هنا ساعة إذن ستة وعشرون زائد ستون دقيقة التي استلفت من هنا ستة وعشرون زائد ستون ستة وثمانون وهنا بقيت اتنين فقط إذن الآن واحد ناقص ثلاثة لا يمكن أستلف إذن إحدى عشر ناقص ثلاثة تمانية عشرة ناقص ستة أربعة وواحد ناقص واحد سفر لا دعي لكتابتي ثم ستة ناقص اتنين أربعة تمانية ناقص أربعة أربعة ثم اتنين ناقص واحد واحد نفسها إذن ستكون لديكم نفس الملاحظة اتنين وتلاثون لا يمكن أن أطرح منها أربعون إذن تعودنا الآن على الطريقة أطرح واحد وأضف ستون إذن ستون زائد اتنين وتلاثون اتنين وتسعون هنا بقيت عشرون فقط لنا واحد استلفته عشرون أصغر من سبعة وثلاثون أستلف واحد من هنا إذن عشرون زائد ستون تمانون هنا بقيت خمسة فقط خمسة أصغر من أربعة عشر إذن هنا لاحظوا بقي خمس ساعات فقط أصغر من أربعة عشر أستلف من هنا يوم يعني تبقى تسعة فقط يوم هو أربعة وعشرون ساعة أربعة وعشرون ساعة زائد خمسة هي تسعة وعشرون ساعة الآن أطرح إذن إثنى نقص صفر إثنان تسعة ناقص أربعة خمسة عشرة ناقص سبعة ثلاثة تماني ناقص أربعة أربعة تسعة ناقص أربعة خمسة إثنى ناقص واحد واحد تسعة ناقص خمسة أربعة إذن أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الأمر في البداية يبدو صعب شيئا ما ولكن بعد ذلك ستتعودون وتصبح العمليات جد سهلة ثالثا أضع وأنجز ما يلي إذن نبدأ بالعملية ست ساعة وخمسة وعشرون دقيقة زائد سبع ساعات واثنان وخمسون دقيقة إذن أتمنى أن تقوموا بإنجاز هذه العمليات بمثل هذه الطريقة ثم تصححوا من خلال الفيديو أتمنى فعلا ذلك إذن ست ساعات وخمسة وعشرون دقيقة زائد سبع ساعات واثنان وخمسون دقيقة إذن بسبب الجمع نجمع بشكل عادي خمسة زائد اثنان سبعة اثنان زائد خمسة سبعة ستة زائد سبعة ثلاثة عشر ماذا تلاحظون يعني إجتزنا الستون نطرح ستون تبقى سبعة عشر إذن طرحنا الستون دقيقة رهي ساعة أربعة عشر ساعة نفس العملية هنا نجمع بشكل عادي إذن سافر زائد ستة واحد زائد واحد اثنان سبعة زائد خمسة اثنان عشر أربعة خمسة ستة وثمانية ماذا تلاحظون بالنسبة للتواني لا مشكلة بالنسبة للدقائق تجاوزنا الستون أطرح ستون تبقى اثنان فقط وستون ساعة هي ساعة ستون دقيقة هي الساعة يعني تصبح تسع ساعات بنصر طريقة هنا إذن هنا لا توجد التواني يمكن أن أضع أصفار إذن سافر ثلاثة واحد تمانية ثلاثة ماذا ألاحظ التواني لا مشكلة دقائق تجاوز ستون أطرح ستون إذن واحد وتمانون ناقص ستون تبقى واحد وعشرون وستون هي ساعة يعني أربع ساعات ثم يومان ناقص خمسة عشر ساعة إذن هنا كما تلاحظون العملية خمسة عشر ساعة زائد كم أحصل على يومان إذن لمعرفة هذا الزمن أو هذه المدة أو هذه الساعة إذن إثنان دجوغ يومان أطرح منها خمسة عشر ساعة أو أحول يومان إلى ساعات وأطرح منها خمسة عشر وهو ما سأفعله إذن كما تلاحظون الصفر لا يمكن أطرح منها خمسة عشر أستلف يوم من هنا إذن أستلف يوم يبقى يوم واحد فقط ويوم هو أربعة وعشرون ساعة إذن أربعة ناقص خمسة لا يمكن أستلف أربعة عشر ناقص خمسة تسعة إثنان ناقص إثنان سفر وواحد ناقص لا شيء واحد إذن هو يوم وتسعة ساعات ثم العملياء الأخيرة يوم يساوي سبع ساعات وثلاثون دقيقة سائد كم إذن يمكن أن أطرح إذن واحد جور أطرح منها سبع ساعات وثلاثون دقيقة إذن واحد جور أطرح منها سبع ساعات وثلاثون دقيقة من طبيعة الحال الساعات هنا غير موجودة إذن واحد جور أستلف هذا اليوم فيبقى سفر ولكن سيصبح هو 24 ساعة 24 ساعة لدي هنا الدقائق غير موجودة لكي أطرح منها 30 إذن أستلف من هنا ساعة تبقى 23 فقط وساعة أحولها إلى دقائق تصبح 60 دقيق إذن سفر ناقص سفر سفر ستة ناقص ثلاثة ثلاثة وثلاثة ناقص سبعة لا يمكن أستلف ثلاثة عشر ناقص سبعة ستة وإثناء ناقص واحد واحد إذن ستة عشر ساعة وثلاثون دقيق ثم العملية F إذن إثناء عشر الساعة وخمسة وثلاثون دقيقة ناقص أربعون دقيقة وأربعة عشر الثانية إذن كما تلاحظون التواني غير موجودة لكي أطرح منها 14 أستلف من هنا إذن أستلف دقيقة تصبح ستونة ثانية إذن هنا بقيت أربعة وثلاثون أربعة وثلاثون لا يمكن أطرح منها أربعون إذن أربعة وثلاثون أستلف من هنا ساعة تبقى إحدى عشر فقط ساعة يستون ستون زائد أربعة وثلاثون هي أربعة وثلاثون وهنا ستونة ثانية إذن عشر ناقص أربعة ستة ستة ناقص اثنان أربعة أربعة ناقص سفر أربعة تسعة ناقص أربعة خمسة وإحدى عشر ناقص لا شيء أحدى عشر 11 ساعة ناقص خمس ساعات وثلاثة واربعون دقيقة إذن هنا الدقيقة غير موجودة أستلف ساعة تصبح عشر ساعات والساعة هي ستون دقيقة إذن سافر ناقص ثلاثة لا يمكن أستلف عشر ناقص ثلاثة سبعة ستة ناقص خمسة واحد وعشر ناقص خمسة خمسة العملية المولية إذن بنسط طريقة عشر لا يمكن أطرح منها خمسة وعشرون أستلف دقيقة وأضف ستون يعني سبعون ثانية هنا بقيت تلاثة و تلاثون تلاثة وتلاثون أستلف ساعة تلاثة وتلاثون زائد ستون هي تلاثة وتسعون إذن سافر ناقص خمسة لا يمكن عشرة ناقص خمسة خمسة سبعة ناقص ثلاثة أربعة تلاثة ناقص سفر تلاثة تسعة ناقص أربعة خمسة تلاثة ناقص واحد اثنان وواحد ناقص واحد سفر ثم العملية المولية إذن ساعة إذن هنا نلاحظ كم أضيف إليه تسعة وخمسون ثانية فأحصل على ساعة وتلاثون دقيقة إذن ساعة وتلاثون دقيقة أطرح منها تسعة وخمسون ثانية فأحصل على الجواب يعني دائما عكس العملية إذن كما تلاحظون التواني لا يمكن أن أطرح منها تسعة وخمسون إذن أستلف من هنا دقيقة فتبقى تسعة وعشرون فقط وهذه الدقيقة ره هي ستون ثانية إذن عشرة ناقص تسعة واحد ستة ناقص ستة سفر تسعة ناقص لا شيء اثنين ناقص لا شيء وواحد ناقص لا شيء ثم العملية الأخيرة بنفس طريقة سبعة عشر ساعة ناقص خمسة عشر تانية يعني أحسب هذه العملية أولا ثم أطرح منها اثنى عشر ساعة وتلاتون تانية هذا إذا كانت هناك ناقص أما إذا كانت هذه ناقص بالخطأ فقط إذن سبعة عشر ساعة وخمسة عشر تانية أطرح منها اثنى عشر ساعة وتلاتون تانية نحن نعتبر هذه العلمة موجودة إذن نقوم بالعمل الأولى سبعة عشر ساعة نطرح منها خمسة عشرة تانية اذا سبعة عشرة ساعة نطرح منها خمسة عشر اذا هنا الدقائق غير موجودة والتواني غير موجودة اطرح منها خمسة عشرة تانية اذا من طبيعة الحال استالف من هنا ساعة فتصبح ستة عشر فقط وهنا تصبح ستون دقيقة يعني الساعة هي ستون دقيقة السالف دقيقة تبقى تسعة وخمسون وهذه الدقيقة هي ستونة تانية اذا سفر ناقص خمسة لا يمكن عشرة ناقص خمسة خمسة ستة ناقص اثنان اربعة اذا تسعة ناقص لا شيء خمسة ناقص لا شيء وستة عشر ناقص لا شيء اذا هنا ستة عشر ساعة وتسعة وخمسون دقيقة وخمسة واربعون ثانية نطرح منها اثنى عشرة ساعة وتلاتون تانية اذا هذه المدة خمسة واربعون ثانية نطرح منها اثنى عشرة ساعة وتلاتون تانية وندقاء غير غير موجودة اذا خمسة ناقص سفر اربعة ناقص ثلاثة واحد تسعة ناقص لا شيء خمسة ناقص لا شيء وستة ناقص اثنان وواحد ناقص واحد تمرين رقم اربعة اذا اضع وانجز ما يلي بنفس الطريقة اذا ساعتان وتمانية عشر دقيقة وثلاثون تانية زايد ساعتان وخمسة وثلاثون دقيقة وخمسة وثلاثون تانية تانية اذا هذه هي العملية اذا بالنسبة للجمع قلنا نجمع بشكل عادي حتى الاخير ثم نقوم بالتحويل تمانية زايد خمسة ثلاثة عشر ثلاثة اربعة خمسة اثنان زايد اثنان اربعة اذا ما دعوا لاحظ ولاحظ ان التواني تجاوزت ستون اطرح ستون تبقى خمسة فقط ستون تانية هي دقيقة اربعة وخمسون اربع ساعات ثم نفس الشيء اجمع اثنان زايد خمسة سبعة سبعة خمسة زايد سبعة اثنان عشر اربعة خمسة ستة وثلاث ساعات اذا هنا تجاوزت ستون اطرح ستون تبقى سبعة عشر ثم اوضيف هنا واحد يعني ستون تانية هي دقيقة ثلاثة وستون اطرح ستون تبقى ثلاثة فقط وستون هي ساعة زايد واحد هي اربعة بنص طريقة اجمع اذا خمسة ستة تمانية زايد ثلاثة احد عشر اربعة ستة سبعة تمانية واحد اذا هنا تجاوزت ستون اطرح ستون تبقى خمسة فقط ستون هي دقيقة يعني تصبح اثنان وسبعون اثنان وسبعون اطرح ايضا ستون تبقى اثنى عشر فقط وستون دقيقة هي ساعة يعني اضيف ساعة تصبح تسعة عشر نمر الى التمرير رقم خمسة اضع مكان نقاط ما يناسب اذا للحصول على هذه الساعة اذا ساعتان وثلاثون دقيقة اطرح منها تسعة واربعون تانية اذا ساعتان وثلاثون دقيقة اطرح منها اطرح منها نتون غير موجودة اذا اطرح منها تسعة واربعون تانية اذا هنا لاحظوا الصفر لا يمكن اطرح منه تسعة واربعون اذا استالف دقيقة من هنا تصبح تسعة وعشرون دقيقة والدقيقة التي استالفت هي ستونة تانية اذا عشر ناقص تسعة واحد ستة ناقص خمسة واحد تسعة وعشرون ناقص لا شيء ثم العمليات تانية إذا للحصل على هذا العدد العكس ديال زائد إذن ساعة وتلاثون تانية اطرح منها خمسة وثلاثون دقيقة واетеنان واربعون تانية إذا ساعة ساعة وثلاثون تانية أطرح منها خمسة وثلاثون إذن هنا ساعة وثلاثون ثانية يعني الدقيقة غير موجودة إذن يمكن أن أضع أصفار وثلاثون ثانية أطرح من خمسة وثلاثون دقيقة واثنان واربعون ثانية إذن كالعادة ثلاثون لا يمكن أن أطرح من اثنين واربعون أستلف من هنا هنا أصفار فقط إذن أستلف من هنا إذن ساعة إذا استلفت ساعة لن يبقى أي شيء ساعة هي ستون دقيقة ولكن ستون دقيقة سأستلف منها دقيقة تبقى تسعة وخمسون وهذه الدقيقة هي ستون ثانية أضيفها إلى تلاثون تصبح تسعون ثانية إذن عشرة ناقص اثنان ثمانية تسعة ناقص خمسة أربعة تسعة ناقص خمسة أربعة وخمسة ناقص ثلاثة اثنان نفسي هنا إذن إذا أردت البحث عن هذا العدد ساعة أطرح من خمسة عشر دقيقة وعشرون تانية إذن ساعة وصفر دقيقة وصفر تانية أطرح من خمسة عشر دقيقة وعشرون تانية إذن هنا لاحظوا الأصفار لا يمكن أطرح من عشرون والأصفار لا يمكن أطرح من خمسة عشر إذن أستلف هذه الساعة لا ينبقى أي شيء تصبح ستون دقيقة ستون دقيقة أيضا أستلف منها دقيقة تبقى تسعة وخمسون وهنا أضيف ستون إذن سفر ناقص سفر ستة ناقص اثنان أربعة تسعة ناقص خمسة أربعة وخمسة ناقص واحد أربعة ثم العملية الأخيرة إذا أردت البحث عن هذا العدد خمس ساعة وتسعة عشر دقيقة وثلاثون تانية أطرح من ساعتان وثلاثة وعشرون دقيقة نعم إذن هذه الطريقة التي أحول بها أنا أفضل هذه التي سأقوم بها في آخر عملية هي هذه إذن خمس ساعات وتسعة عشر دقيقة وتسعة وتلاثون تانية أطرح منها ساعتان وتلاثة وعشرون دقيقة تواني غير موجودة إذن أنا أفضل لا أكتوب هنا يعني أضع سهم وأعيد العملية بشكل واضح إذن هنا لاحظوا هنا تسعة وتلاثون ناقص الأصفار ليس هناك أي مشكلة تسعة عشر أصغر من تلاثة وعشرون يعني أستلف من هنا ساعة تبقى أربع ساعات والساعة التي استلفت هي ستون دقيقة ستون زائد تسعة عشر رأي تسعة وسبعون يعني أضع هنا تسعة وسبعون دقيقة وتسعة وتلاثون تانية ثم اثنان أو ساعتان تلاثة وعشرون دقيقة و سفر تانية يعني هذه هي أحسن طريقة للإجابة عن هذه العمليات أنا قمت فقط بهذا النوع من الكتابة للسرعة فقط حتى لا أطل الفيديو أكثر ولكن ركزوا على هذه الكتابة هي الجميلة وهي الجيدة إذن تسعة ناقص سفر تسعة تلاثة ناقص سفر تلاتة تسعة ناقص ثلاثة ستة سبعة ناقص اثنان خمسة أربعة ناقص اثنان اثنان إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم شكرا جزيلا لا تلسوا لايك للفيديو وشكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة